السلام عليكم اليوم رح تحدث في درس اخر في مادة الجغرافية اللي هو مشكلات بيئية عالمية مشكلات بيئية بيعاني منها اغلب معظم دول العالم طبعا ظهر عنا في العصر الحديث عدة مشكلات بيئية اليوم رح تحدث عنهم ورح نوضحهم واحدة واحدة وكيف بيأثروا في البيئة اول مشكلة بيئية اللي هي التلوث اول مشكلة بيئية اللي هي التلوث ما هو التلوث التلوث هو اختلاط الماء والهواء والتربة بالمواد الظارة وتعريض حياة الكائنات الحية للخطر نتيجة ذلك طبعا التلوث زاد عنا بعد الثورة الصناعية زاد عنا التلوث بعد الثورة الصناعية وكان له سبب كبير في انتشار الامراض وتدمير مواطن الكائنات الحية من انواع التلوث عندي تلوث غذائي شو هو التلوث الغذائي هو شوفوا لما الغذائي يتعرض للجرافين مثلا مش دائما نعطيكم نصائح ما تأكلوا من الاغذية المكشوفة او الاغذية اللي ما بنغسلها منيح هذا هو التلوث الغذائي طبعا بيأثر على الانسان ممكن يؤدي الى امراض للانسان لما بياكل غذاء ملوث ثاني شي تلوث الهواء تلوث الهواء تلوث الهواء بيكون ناتج عن حرق الفحم والنفط لانتاج الطاقة في المصانع شوفوا من المصانع هذا الهواء بيكون ملوث طبعا بيأثر على الرئتين عند الانسان وبيعمل مشاكل في التنفس للانسان ثالث شي عندي التلوث الاشعاعي تلوث الاشعاعي هو بنيجي بنحكي عنه الاشعاعات النووية المتفجرات اللي بيستخدموها بالحروب هاي هو التلوث الاشعاعي بيأثر طبعا على الجو وبيأثر على الانسان وصحة الانسان برضو عنا اذا تعرفوا الاشعاع السينية اللي بيستخدموها الطب عنا حتى شخصه الامراض برضو هاي الاشعاع ضارة اذا تعرض الانسان الها لمدة متواصلة لفترات طويلة ومرات كتير ورا البعض بأثر على الانسان ممكن يتعرض لمرض السرطان تلوث الماء ممكن الماء يتلوث في عنا مصانع بتقوم بيرمل نفاياتها في المياه بيؤدي لتلوثها ممكن مرات يتلوث المياه من ناقلات النفط لما بيقوموا ناقلين النفط وبيكون عنا تسرب فبيؤدي لتلوث المياه تلوث التربة من الاسمدة الكيميائية اللي حكينا عنه تلوث التربة بيقوم التربة بالتلوث من الاسمدة الكيميائية نستخدمها للنباتات هلا التلوث الصوتي اللي هو الضوضاء تلوث الصوتي ناتج عن الاصوات اذا الانسان تعرض لاصوات عالية مثل اصوات الطائرات او اصوات الالات في المصانع هذا بيأثر على سمع الانسان بيأثر على سمع الانسان طبعا كلهم بيأثروا على الانسان بشكل عام ويأثر على مواطن الكائنات الحية متسكة لما تلوث الماء بنأثر على النظم البيئية الموجودة لما تلوث الهواء بيأثر على الحيوانات برضو مواطنها هلأ خلينا ننتقل لثاني مشكلة بيئية عالمية اللي هي الانقراض اللي هي الانقراض خلينا نعرف ما هو الانقراض وما هي عوامل الانقراض الطبيعية اول شي الانقراض هو اختفاء كائن حي من بيئة ما واستحال الظهور مرة اخرى اذا اختفاء كائن حي من بيئة ما واستحال الظهور مرة اخرى طيب فمتن كثير حيوانات تعرّضات للانقراض خلينا نشوف ما هي عوامل الانقراض التطبيعيه العوامل للانقراض عنا عوامل طبيعيه وعنا عوامل بشاريه واحنا دائماً بنحكي الطبيعية من الله البشرية بسبب الانسان بسبب البشر خلينا ناخذ امثلة على العوامل الطبيعيه اللي هي الجفاف والحرارة الشديدة وانحسار مستوى مياه البحار وارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة وذوبان الثلوج اللي بيزيد كمية المياه في المحطات الدافئة هاي العوامل كلها بتأدي إلى انقراض الحيوانات لأنه بتغير البيئة اللي هم عايشين فيها بتصير غير مناسبة لهم العوامل البشرية اللي هي التلوث اللي حكينا عنها قبل شوي ثاني شي تشفيف الأراضي الرطبة ثالث شي تحويل الأراضي الحرجية إلى مناطق للرعي حوله أراضي حرجية فيها مزروعات أشجار حرجية لمناطق لرعي الكائنات الحية وتدمير الشعاب المرجانية وبناء الطرق والسدود والمدن هاي العوامل بشرية كلها بتأثر على كائنات الحية بتأدي إلى انقراضها عدم ظهورها مرة أخرى لأنه هون بيتغير الظروف المعيشية إلهم فبأدي إلى انقراضهم هذا خلينا نتعرف على الحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن تحديداً هيا لدينا المهة العربي وبعض أنواع الطيور والغزلان هيا لدينا المهة العربي هيا لدينا بعض أنواع الغزلان الموجودة في الأردن مهددة بالانقراض بس هناك محميات حتى نحافظ عليها ثالث شيء التغير المناخي التغير المناخي ما هو التغير المناخي؟ عرف التغير المناخي هو تغير في عناصر المناخ شو هي عناصر المناخ؟ لدرجة الحرارة الرياح والأمطار صح؟ إذن تغير المناخي تغير في عناصر المناخ له درجة الحرارة والأمطار خلال مدد مختلفة برأيك شو سبب هذا التغير المناخي؟ كيف صار عندنا التغير المناخي بسبب عوامل طبيعية وعوامل بشرية طبيعية من الله البشرية بسبب البشر عوامل طبيعية بسبب الحرائق التي يقوم بها الإنسان هذه الحرائق تعمل على تغير في درجات الحرارة ويمكن تعمل على ارتفاع درجات الحرارة لأنه بنتج أنها غازات ضارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة البشرية لما زاد طلب الإنسان على الطاقة فصار عنا مزيد من حرق الوقود الأحفوري اللي هو النفط والفحم لتطور الصناعات عنا فلما زاد أول شيء خلينا نحكيها بالتدريج زاد عنا حرق النفط والفحم لما زاد عنا حرق النفط والفحم زادت عنا غازات ثاني أكسيد الكاريبون والكلور والفلور والكربون زاد عنا حرق النفط والفحم بسبب تطور الصناعات حتى ننتج الطاقة لهم فلما زاد عنا الحرق زاد عنا نسبة غاز ثاني أكسيد الكاريبون والكلور والفلور والكاريبون وغاز الميثان اللي هو ناتج عن مخلفات الكائنات الحية هاي الغازات لما ارتفعت نسبتها زادت عنا نسبة أشعة أرضية صادت عنا ارتفعت نسبة الأشعة الأرضية ومنع من خروجها من الأرض للغلاف الجوي فهون زادت درجة حرارة الأرض طيب من خلال اللي حكنا ما هي غازات الدفئة وما هو الاحتباس الحراري غازات الدفئة هي غاز ثاني أكسيد الكاريبون والكلور والفلور والكاريبون وغاز الميثان ناتج عن مخلفات الكائنات الحية أما الاحتباس الحراري كنا نركز على الشكل احتباس الحراري لما زادت عندي بالجو غازات الدفئة شوفوا لما زادت عندي بالجو غازات الدفئة هذا الاشي عمل على احتباس درجات الحرارة في الأرض بسبب تزايد الغازات في الجو إذن بسبب غازات الدفئة الموجودة في الجو زادت عنا نسبة الغازات على الأرض لأنها ارتدت أشعة الشمس للأرض بسبب جود هاي غازات الدفئة يعني منقدر نحكي هي صارت زي عازل عزلت أشعة الشمسية تخرج للجو فهاي أشعة ارتدت لأرض فعملت على احتباس هاي الحرارة في الأرض بالنتيجة ارتفعت درجة حرارة الأرض واضح؟ إذن زادت عنا نسبة غازات الدفئة لما زادت هذا الاشي شو عمل على ارتفاع أو احتباس الأشعة الشمسية في الأرض ومنعها من الخروج للغلاف الجوي هذا الاشي بالنتيجة عمل لنا ارتفاع درجة حرارة الأرض طيب ما هي مظاهر التغير المناخي؟ واحد ارتفاع منسوب مياه مسطحات المائية لأنه صار عنا ذوابان اثنين تذبذب كميات الأمطار وذوابان ثلاث دوابان جبال الجليدية أربعة حدوث الأعاصر دعنا ناخذ رابع شيء اللي هو رابع مشكلة عالم بيئية عالمية هي التصحر ما هو التصحر؟ التصحر وفقدان قدرة الأرض الانتاجية التصحر يختلف عن الصحراء بدي تميز بين التصحر والصحراء الصحراء بالأساس هي أرض غير منتجة أما التصحر كانت أرض منتجة ولكن فقدت قدرتها الانتاجية فقدت قدرتها الانتاجية بسبب عدة عوامل اللي هم عوامل طبيعية وعوامل بشرية من العوامل الطبيعية اللي فقدت اللي أدت إلى فقدام قدرة الأرض الانتاجية اللي هي الجفاف قلة الأمطار هذا له سبب كبير أنه الأرض تصبح غير قادر لأنه منعرف الأمطار والحراء المعتدل مناسب جدا لنمو النباتات ثاني شيء عوامل البشرية اللي هي سببها الانسان الرعي الجائر أنه يأخذ الأغنام ويرعى بسبب بشكل مستمر في أراضي زراعية فهذا الأشيء رح يأثر عنا على قدرة الأرض الانتاجية لأنه هذا الغنم تلن والمواشي أكلت المزروعات ومرة عمرة الأرض تصبح غير قادرة على الانتاج ثاني شيء استغلال المفرط للأراضي الزراعية يعني كل سنة كل سنة نزرع نفس الأرض نزرع نفس الأرض بدون إحراثة بدون اعتناء هون صار عنا استغلال مفرط للأراضي الزراعية طيب ما هي أكثر القارات تأثر بالتصحر؟ ما هي أكثر القارات تأثر بالتصحر؟ هي أفريقيا هي أفريقيا آخر شيء هاي المشكلات البيئية برأيك نقدر أنه نخفف منها أو نتخلص منها من الأساس أكيد في عدة طرق في عنا عدة حلول حتى نتخلص من هاي المشكلات البيئية أول شيء إننا نوقف استخدام مواد الكيميائية في صنع مستحضرات تجميل إحنا مستحضرات تجميل من الكريمات وشامبوهات ومعطرات كلنا نستخدم فيها مواد كيميائية لو نوقف استخدام المواد الكيميائية في صنع هذه المستحضرات كما هي أكيد راح نخفف dari تلوذ نقلل من حرق النفايات إحنا نعرف لما نحرق النفايات بنعمل تلوث فلما نقلل حرق نفيات بنخفف من التلوث ثالث شي غرس الأشجار الأشجار يا سادس حكينا بتمتاس غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو الضار بالجوم فلما نغرس الأشجار بنخفف من هذا الغاز من التلوث استخدام وسائل النقل العام بدأ ما كل شخصين ثلاثة يطلعوا بسيارة خاصة لهم ويعملوا على التلوث يعملوا على استخدام طاقة بشكل أكبر نستخدم وسائل النقل العام مثلا باست بنقل ستة وعشرين بدلا من نقل أربعة في السيارة خمسة إقامة محميات طبيعية وحنا حكينا عنا في الأردن محمية الضانة محمية الشامر وعدة محميات لما نعمل على إقامة محميات طبيعية هون نحمي الحيوانات من الإنقراض سادس شي إطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية في الأماكن الفارغة أنت هلأ في البيت قاعدين كنا بغرفة الجلوس في داعي نشغل كل الضواب والبيت هيك بنستهلك طاقة بشكل أكبر فلما نطفل المصابيح الأجهزة الكهربائية بنوفر من الطاقة ومنحرق النفط والفحم في توفير الطاقة سابع شي إعادة تدوين الأوراق والمواد البلاستيكية والعبوات المعدنية لما أنك أنت في البيت وأكيد ملان حاول عندك مواد البلاستيكية في البيت عبوات المعدنية وزجاجية بدل ما تكبهم اعمل فيهم اعمل على إعادة استخدام إعملهم بشكل آخر تستفيد منه إعادة تدوير هذه الحكومة بتفرز عندنا شو بيفرزوا البلاستيك لحال والزجاج لحال والأوراق لحال بيعملوا على إعادة صناعتهم مرة أخرى بأشكال مختلفة هون بنكون إن شاء الله كل واحد فينا لو حاول يعمل أشياء بسيطة هون بنكون حافظنا على بيئتنا جميعا ببلش من كل واحد فينا كيف يحافظ على بيئته هلأ الواجب عننا صفحة 53 سؤال 2 على الدفتر سؤال 3 على الكتاب تبعتوا لي إياهم يعطيكم العافية